السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا وسهلا بكم في الحلقة التانية عن انتاج حمل الفوسفوريك اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن طرق انتاج حمل الفوسفوريك وخطوات انتاج حمل الفوسفوريك واتكلمنا عن خام الفوسفات ومواصفات خام الفوسفات المستخدم في انتاج حمل الفوسفوريك هنتكلم النهاردة عن حسابات المواد الخام الدخلة في انتاج حمل الفوسفوريك يعني لو انا عايز انتج طن من البيتو او فايف البيتو او فايف هستهلك كمية حامض كابيروتيك قد ايه وهستهلك كمية من خامل فوسفات قد ايه طبعا احنا الحسابات بتاعتنا لما بنيجي نحسبها حامض الفوسفوريك الـ 85% نسبة البيتو او فايف فيه 61% لكن انا بتكلم انا عايز انتج طن بيتو او فايف الف كيلو بيتو او فايف يبقى الخامات والكميات المستهلكة قد ايه طبعا احنا بنحسب الحسابة دي عشان تبقى الحسابات اسهل مش بحسب على كمية المية وكمية السوائل والكلام ده كله لا انا بحسب على مية في المية بيتو او فايف عايز انتج الف كيلو جرام من البيتو او فايف يبقى انا محتاج كميات قد ايه وخامات قد ايه تعالوا نحسبها واحدة واحدة اتكلمنا عن مواصفات الخام المستغنم في انتاج صخر الفوسفات وقلنا نسبة اكسيد الفوسفور المتوصف بتاعها 33% ونسبة اكسيد الكلسم المتوصف بتاعها 51% واتكلمنا عن نسبة السيليكات ونسبة الفلورين ونسبة اكسيد الكابريت وهما دول اللي احنا هنعتمد عليهم في الحسابات بتاعتنا عشان نحسب كمية البيتو او فايف قد ديه طيب لو جينا نحسب الكميات اللسمة لانتاج طن من اكسيد الفوسفور هنلاقي مبدئيا ما فيش تفاعل ما بين صخر فوسفات وما بين حامل الكابريتيك ونسبة التفاعل او كفاءة التفاعل 100% او عمتا ما فيش تفاعل في الكيمية نسبته 100% الا تفاعلات قليلة او التفاعلات البسيطة مش التفاعلات المركبة اللي بيبقى فيها اكتر من عنصر واكتر من حاجة طيب هنفترض ان التفاعل ما بين خامل فوسفات وما بين حامل الكابريتيك الكفاءة بتاعته 94% يبقى انا كل طن من خامل فوسفات المستخدم هيبقى انا محتاج منه او كفاءة التفاعل بتاعته 94% يبقى انا محتاج منه طن 63 كيلو طيب لو كان محتوى الخامل من اكسيد الفوسفور 33% تبقى الكمية المطلوبة لانتاج اللي هو ال 1064 هتبقى 1064 في 33 عالمية هيطلع لي الكمية اللي انا محتاجها عشان انتك طن بيتو او 5 يبقى انا محتاج كمية خام فوسفات الكمية اللي قصدنا دي 3224 كيلو جرام لو الكمية من الخام اللي انا محتاجها 3224 كيلو جرام يبقى نسبة اكسيد كالسام في 1224 كيلو جرام ده قد ايه عشان نحسبها احنا افترضنا ان المتوسط 51% اكسيد كالسام في الخام يبقى 3224 في 51 عالمية هيديني 1644 كيلو هل ال 1644 كيلو دول هيتفعله مع حمض الكابرتيك على طول ولا في جزء مش هيتفعل مع حمض الكابرتيك تعالوا نشوف في عندنا اكسيد كابريد اللي هو اس اس لي في الخام احنا افترضنا ان النسبة بتاعته 51% ده هيتفعل مع اكسيد كالسام ولو افترضنا ان اكسيد كالسام 56 او ده الوزن الجزئي بتاعه واكسيد كابريد 80 يبقى النسبة بتاعت ال 1% من اكسيد كابريد دي هتتفعل مع قد ايه كالسام هنلاقيها 80 واحد في 56 على 80 هيديني 22.6 جرام ده النسبة اللي هتتفعل مع اكسيد الكالسام طيب تعالوا نشوف نسبة اكسيد الكالسام اللي ما تفعلش في الخام اللي هو يعني بيقول في العملية النموذجية الانتاج حمض الفوسفوريك 3.3% من اكسيد الفوسفور بيضل على سطح الترشيح او سطح الفلاتر منه جزء 1% اللي هو الخام مش متفاعل وجزء 2.3% فصورة كالسام دايهايدروجين فوسفير او كالسام هيدروجين فوسفير طيب يبقى نسبة معدل اكسيد الكالسام لمعدل اكسيد الفوسفور تقريبا 1% طيب انا عايز احسب نسبة اكسيد الكالسام اللي ما تفعلش والنسبة اكسيد الكالسام اللي ما تبقي على الفلتر لان النسبة دي مش محسوبة من ضمن النسبة المستهلكة لحامض الكابريتيك تعالوا نحسب النسبة كده يبقى 1064 في 1% في النسبة بتاعتنا اللي هي 3 بتاعتها من 10 هيطلع لنا 35 في نسبة من الفلورين او الفلورايد موجودة واللي افتراض النظري ان 15% من الفلورايد الموجودة بيتفاعل مع الكالسام مكون كالسام فلورايد ده احنا بنفترض نظريا كده ان هو يكون كالسام فلورايد لكن في الحقيقة هو ما بيكونش كالسام فلورايد اللي هو بيكون مركبات معقدة جدا والتركيبة بتاعتها غريبة منها المركب اللي احنا مش عارفين له اسم ده اللي هو كالسام 4 كابريتات كابريتات سيليكون حديد الامونيوم فلورايد 6 مجموعة هيدروكسيد 12 المركب الغريب ده اللي بيتكون ومنه مركبات تانية كتير يعني ينقص عنصر يزيد عنصر لكن احنا هنفترض ان هو اللي بتكون كالسام فلورايد طيب واحنا قلنا 15% من الفلورين بيتحد مع اكسيد الكالسام وبيكون كالسام فلورايد طيب يبقى نسبة الاكسيد الكالسام اللي ما بتفعلش عشان بيتفعل مع الفلورايد تبقى قد ايه هنلاقي ان النسبة بتساوي 3200 24 في 15 عالمية اللي هي 15% اللي احنا قلناه في 37 من 1000 اللي هي 7 اللي هي نسبة الفلورايد اللي احنا افترضناها في الاول في مكونات خامل فوسفات في 56 على 38 هيساوي 26 واربعة من 10 طيب يعني اكسيد الكالسام اللي ما تفعلش مع حمود الكابريتيك اول حاجة اللي هو نسبة اكسيد الكالسام مع اكسيد الكابريت اللي هو الاس اس فيه واحنا حسبناها طلعت 22 وستة من 10 تاني حاجة اكسيد الكالسام المتفاعل اول اللي ما تفعلش مع حمود الكابريتيك اللي تبقى مع الخامل فوسفات اللي هو 35 واحد من 10 اخر حاجة او تالت حاجة اللي هي نسبة اكسيد الكالسام المتفاعل مع الفلورين وهي 26 واربعة من 10 كيلو جرام طيب يعني اجمال اكسيد الكالسام اللي مش هيتفعل مع حمود الكابريتيك 84 كيلو جرام طيب ال84 كيلو جرام دول هنترحم ونطرحهم من نسبة اكثيدي الكالاثم اللي موجود في التلاتة طن 224 كيلو هنترحها منها نسبة اكثيدي كالاثم اللي موجود كله استمعة واربعين هنترح لهم من الiliyorبعة وتمانين اللي مش هتفعله مع حمود الكابراتيك هيتبقى عندنا الف خمسمية、 تسعة وخمسين متسامن عشرة كيلو جرام دي نسبة اكثيدي الكالاثم اللي هتتفاعل مع حمود الكابراتيك طيب يبقى احنا كده محتاجين حمود كابريتيك أد إيه؟ لو قلنا دي نسبة أكسيد الكلسر 1559 1559 1910 هنفع я лгу 1559 98 على 56 هيطلع لي كمية حامض الكابريتيك اللي أنا мحتاجها يبقى 2730 طيب 2730 هم دول الكمية اللي أنا محتاجها بس? لأ بيبقى فيه زيادة من حامض الكابريتيك موجودة في حامض الفوسفوريك. تقريبا بيبقى حوالي 3% لحمود الكابرتيك اللي هو تركيز البيتو او 5 فيه 60%. طيب تعالوا نحسبها يبقى 3 على 60 فيه 1000 هيساوي 50 كيلو جرام هنزودهم على الكمية اللي احنا حسبناه. يبقى اجمال حمود الكابرتيك المستخدم لانتاج 1 طن من البيتو او 5 2730 زائد 50 كيلو جرام هيساوي 2780 كيلو جرام. يبقى احنا كده عرفنا كمية الخامات المستخدمة لانتاج طن بيتو او 5. والتفاعلات تقريبيا بتحصل ازاي والحسابات تقريبا بتتم ازاي. في الحلقة الجاية ان شاء الله هنعرف ازاي بيتم التفاعل وخطوات التفاعل والتحذيرات في عملية التفاعل. شكرا لكم وشكرا للمتابعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.